فقر التريند التريند طبعا النهاردة بالنسبة لنا تريند التريند هو تدريب فريق النادي الاهلي الفريق عاد طبعا بعد راحة سلبية حوالي خمس ايام بيتس المسيماني والجهاز الجنوب افريقي يسافر الى جنوب افريقيا من الكونغة الديمقراطية مباشرة كانت فرصة لالتقاط الانفاس راحة سلبية في ظل مسم مضغوط ما بين مباريات محلية وافريقية ايضا كانت فرصة طيبة لعدد من اللاعبين بطرت راحة سلبية خلال الخمس ايام طبعا المنتخب كمان كانوا اخد حوالي تم اللاعبين للمنتخب الاول المنتخب اللون بيضم خمس لعبين في الفترة دي الجهاز الفن بقارة حسام البدري قال كمان لا ندي راحة سلبية كمان للعيبة اللي جاية من اندياتها عشان يبدأ المعسقر بدل ما كان يبدأ من يوم السلساء الماضي بدأ امبارح او اول امبارح بالتأكيد عشان يستعدوا لي مبارات كينيا فكانت فرصة طيبة لكل العناصر سواء الدولية او حتى المحلية انهم ياخدوا فرصة لراحة والتقاط الانفاس بالنسبة للمرحلة اللي جاية لان المرحلة الجاية هتبقى فيها ضغط مباريات غير طبيعي ما بين مباريات محلية وافرقية كنا اتكلمنا في تريند الاهلي وقلنا النهاردة بيغيب عن صفوف الفري في التدريبات حوالي عشرين لعب في المنتخب الاول بنتكلم عن 8 لعبين في المنتخب اللون بي 5 لعبين بنتكلم فيه 4 لعبين مصابين فيه 3 موجودين فيه المنتخبات الدولية طبعا عندك علي معلول مع منتخب تونس به يستكمل برنامجه التأهيلي أليو ديانج طبعا اسمه نزل في قائمة منتخب مالي والتر بوالية موجود مع منتخب القنغو الديمقراطية فبالطبع جاز الفن النهاردة وأول مرم بقيادة بيت سمو سمينة هيكون فيه يعني ضم عدد من العناصر الشبع وعدد من العناصر في الفترة القادمة وضمنا طبعا فيه الصور وده تدريب الاهلي النهاردة كابتن سلب الحفيز مدير القرى موجود الكابتن سامي أمصان طبعا كابتن ميشيل ميشيل يانكون كمان مدرب الحراس قدامنا حسين الشحات قدامنا كمان بدري بنون رمي ربيعة مروان محسن يمكن هيكون فيه يعني مجموعة من العناصر الأساسية من قائمة الفريل أول حوالي من 5 إلى 6 لعبين ويكون فيه تطعيم بعدد كبير جدا من لعبي قطاع الناشئين سواء فريق التسعة وتسعين أو فريق الألفين خلال الفترة الحالية بدري بنون كنا نتمنى أن يكون موجود فيه المنتخب المغربي طبعا هو كان من ضمن اللاعبين الموجودين فيه القائمة الأولية بعدما الموقع الرسمي لنادي الأهلي أعلن أن بدري بنون هيكون موجود فيه المنتخب المغربي لأن طبعا الأندية أو الاتحادات بتبعث الأندية الأسامي المرشحة قبلها بإسبوعين خاصة لما بتكون لعيبة بتلعب خارج الإطار الوطني أو خارج الدوري المحلي لكن في النهاية وحد خليل وزيتش المدير الفني لمنتخب المغربي لما أعلن القائمة كانت بدون بدري بنون وكان الإعلام المغربي مهتم جدا بفكرة أن بدري بنون عمل نتائج وعمل مباريات جيدة مع النادي الأهلي تحديدا فيه المسابقة الإفريقية لكن إن شاء الله بإذن الله يكون ليه فرص خلال الفترة اللي جاية ودي أزمة بالمناسبة إن كان عايزة ترك عليها المنتخب المغربي دايما بيهتم باللعيبة اللي بتلعب فيه الدوريات الأوروبية بتبقى فيه معاناة على فكرة أنه يضم لعيب بيلعب في المسابقة الإفريقية أو بيلعب فيه الدوري المحلي لكن بدري إن شاء الله الفترة الجاية كلنا بنسنده كلنا بندعمه وعن يبقى سعادة بالتأكيد لما يكون موجود فيه صفوف المنتخب المغربي لأنه يستحق أنه يكون موجود مع المنتخب المغربي في الفترة القادمة قدامنا طبعا على الشاشة ده أول تدريب لفريق النادي الأهل النهاردة استعدادا للمرحلة القادمة اجتماع للجهاز الفني زي ما شفنا على الشاشة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو مسمان قدامنا كمان هو سعد سمير مع رامي ربيع حسين الشحات كابتن وليد سليمان موجود هو انضم للتدريبات الجامعية مروان محسن ومجموعة من لعبي قطاع الناشئين قدامنا كمان في الصورة الكابتن محمود متولي مدافع فريق النادي الأهل جونيور أجاي قدامنا على الشاشة كمان عادة من أجازة ورحلة نيجيريا كان طبعا زار أسرته في خلال الخمسة أيام لكن طبعا التزم وعادة في الموعد المتفق عليه وده شيء رائع وشيء طيب لما بيكون فيه موعيد رسمية بيتم الاتفاق عليها مع اللاعبين لما بياخدوا أجازة الالتزام بهذه الموعيد بيبين لك ان هنا فيه نظام إداري فيه نظام داخل قطاع الكرة الكل بيبقى ملتزم بيه لان فيه ليحة كمان زي ما فيه ليحة للمكافآت وطبعا ليحة للمباريات اللي بتكسب بيها خارج الأرض بتبقى كمان فيه ليحة للجزاءات وليحة للعقوبات إذا لم يكن هناك التزام وده في النهاية بيدي بقى استقرار داخل فريق الكرة طالما فيه ليحة مكافآت وليحة جزاءات لكن الحمد لله اللاعب بتلتزم قدر الإمكان النهاردة كمان كان فيه مسحة طبية طالما أنت راجع بعد راحة سلبية وأجازة سلبية لازم تعمل مسحة طبية عشان تطمن على كل العناصر قبل ما بتنزل التدريبات الجامعية النهاردة وبتستعد بالنسبة ليه المرحلة الجاية قدامنا هو في الصورة ميشيل ينقن طبعا مدرب الحراس أجرى مسحة طبية قدامنا كمان مدرب العامة كيفين جونسون طبعا كمان بيجري المسحة الطبية بعد العودة من جنوب إفريقيا طبعا فرصة طيبة عشان تطمئن على كل العناصر النهاردة وانت بتستعد للفترة اللي جاية بعد الراحة والأجازة السلبية وطبعا أول مباراة هتكون بالنسبة للفريق النادي الآلي الفترة الجاية هتكون مباراة المريخ السوداني من النهاردة بالطبع قدامنا كمان يعني أحمد دطاري سليمان من حراس المرمى اللي موجودين في قطاع النشئين اتصعد كمان النهاردة موجود مع الحراس اللي موجودين في الفريق الأول يعني عدد ده من اللعبة نتمنى لهم التوفيق يا رب بإذن الله طيب عشان نلقى الدوق أكتر بقى ونشوف التفاصيل والكواليس واللقطات اللي ممكن يكون شافها زمينة فاروق صلاح ولم تستطع طبعا القمرة التقاطها لأن انت مسموح لك جزء معين فيه ترجمة نانسي قنقر